أسعد الله أوقاتكم من فضائية العراق التربوية أقدم لكم حلول الأسئلة الخاصة بالاختبارات الأسبوعية الأسبوع الثاني عشر للصف الخامس الأعدادي لمادة الحاسوب طلاب الأعزاء بدءاً إذا تحبون تتواصلون مع الأسئلة والحلول ممكن ذلك من خلال منصة نيوتن في مبادرة التعليم عن بعد ستجدون كل الأسئلة والحلول في تلك المنصة نأتي إلى السؤال السادس عشر أتمنى من طلاب الأعزاء تحضير ورقة وقلم لتدوين الأجوبة السؤال السادس عشر باستخدام القائمة لست إنشئ قائمة متجه عناصرها تمثل دروس يوم الأحد بدءاً طلاب الأعزاء نحن نعلم أن يوم الأحد سبعة دروس إذن القائمة ستشمل سبعة مراتب ولنرى أو سبعة عناصر في البدء نختار المجموعة variables المتغيرات ثم نضغط على إنشاء قائمة make a list تظهر نافذة تطلب إدخال أو إعطاء اسم للقائمة نفرض لها اسم وليكن مثلاً دروس يوم الأحد ممكن جدول يوم الأحد ممكن حصص يوم الأحد إذن الدرس أو الإسم حسب رؤية الطالب في كتابته بعد ذلك يتم تحديد عدد العناصر من خلال الرمز زائد في كل مرة أضغط على زائد سيضيف لي أنصر لحد سبعة عناصر وأتوقف حيث إنها تمثل سبعة دروس نسمي كل أنصر كل خانة ستكون بهذا الشكل مثلاً مثلاً حاسوب ما بعد رياضيات إلى حد السبعة هكذا يمكن أن نستخدم أداة list ونجري عليها إنشاء قائمة نأتي إلى السؤال السابع عشر ما هي وظيفة الأمر replace item of with هنا هذا العبارة يستخدم لاستبدال عنصر من القائمة عملية replace item معناتها استبدال عنصر من القائمة off with مع عنصر آخر علماً إنه لا يمكن استبدال عنصر بآخر إذا كان التسلسل غير موجود بمعنى إذا كان عندي جدول مثلاً للأرقام وليكن واحد، اثنين، ثلاثة ممكن أن يتم عملية التبديل أما إن كان فارغاً بهذا الشكل لن يتم عملية الاستبدال هذه هي الملاحظة أنه يجب أن يكون التسلسل موجود إذا كان غير موجود لا تتم عملية الاستبدال نأتي إلى السؤال الثامن عشر السؤال يقول كيف يتم السؤال عن عنصر معين موجود في القائمة أم لا الجواب من خلال استخدام اللبنة contains بمعنى يحتوي على أو لنرى ذلك بالشكل في لغة السكراج سيكون الشكل الآتي contains أو يحتوي على فرضاً عندي أشهر السنة ستأتي عبارة contains مثلاً things في اللغة العربية أشهر السنة يحتوي على مثلاً آذار حين البحث هل إن أشهر السنة تحوي على آذار؟ إذن كلمة أو عبارة contains معناها يحتوي على أو نأتي إلى السؤال التاسع أشر السؤال كيف يتم حذف كل العناصر من القائمة؟ نحن نعلم طلابنا الأعزاء في سكراج من الممكن أن نحذف أنصر أو كل العناصر كيف يتم ذلك؟ الجواب يتم ذلك من خلال الأمر delete of all delete of all أما الشكل الخاص بالبلوك أو اللبنة فهو كالآتي باللغة العربية ستكون احذف كل العناصر في أشهر السنة باللغة الإنجليزية delete all of مثلاً من أشهر السنة كلمة all أو of all تعني الكل إنه سيتم حذف جميع العناصر نأتي إلى السؤال العشرون لنرى ماذا يعني الأمر؟ insert at of إذن insert at of كلمة insert معناتها إضافة أو إدراج at of لنجد ماذا يعني الجواب هو إضافة عنصر جديد عند تسلسل المحدد مثال ذلك نضيف عنصر واحد في تسلسل رقم واحد من قائمة أشهر السنة لنرى ماذا سيحصل في حالة الإنسيرت هنا تأتي اللبنة إنسيرت واحد آت واحد يعني بما معناه سأضيف عنصر واحد إلى الموقع واحد من أشهر السنة في اللغة العربية أضف واحد إلى الموقع واحد من أشهر السنة هنا سنجد الناتج أو الجواب كان عندي كانون الثاني شباط آذار حين أضفت رقم واحد إلى الموقع الأول هنا الموقع وهنا الرقم أصبح النتيجة بهذا الشكل بمعنى آخر طلابنا في حالة عندي قائمة ولتكون مثلا تبدأ من اثنين أربعة ستة أريد أضيف لها رقم أو شيء معين ستكون هنا اثنين أربعة في هذه الحالة ستأخذ الموقع فرضا هو الموقع الأول بالرقم الأول إذا كنت أريد الرقم الأخير أو الموقع الأخير سيأتي بعد الرقم السادس في عبارة insert at off يجب التركيز يقصد الآت ماذا يعني؟ يعني أنا أضيف رقم واحد بالموقع واحد إذن هنا سيأتي الموقع إذن قيمة العدد ثم الموقع هذا يتيح لي أنه من الممكن إضافة أنصر في وسط قائمة أو في بدايتها أو حتى في النهاية كل هذا من خلال الأمر insert at off أركز مرة أخرى أنه في حالة الإدراج سأحدد ماذا سأدرج قيمة ثم أين سأدرج موقع يعني موقع أثناء وجوده بالعناصر حتى يكون بهذا الشكل هنا نضيف واحد للموقع الأول إذن الناتج أصبح عندي إضافة واحد للموقع الأول في حالة أنه أريد أرجع البرنامج أو الكود على الأصل أرجع على حالة السؤال السابق delete ممكن أنه أريد أحذف كله delete off all بنفس الطريقة راح يحذف لي الإبارة أو list جميعها طلابنا الأعزاء أحب أأكد على موضوع مهم في هذا هو أنه في حالة التعامل مع المصفوفة أو المتجه يجب أن ننتبه إلى استخدام أداة القائمة اللي هي list حتى نتمكن من إنشاء قائمة سواء كانت متجه فيكتر أو مصفوفة أري هنا في كل أمثلتنا هنا تعاملنا مع المتجه العمودي أو المتجه الأفقي باعتبار ذات بعد واحد لا ننسى أنه الخطوات هي تكون كالآتي بشكل نقاط أو مسار ثم ما يحدثنا هذه أو اختبارات هذا الأسبوع عن أهمية الإعازات أو الأوامر اللي هي replace item delete of all ثم contents ثم insert أرجو أن تكونوا وثقتوا الإجابة وأن تكتبون وظيفة كل إعاز من هذه الإعازات تحياتي لكم وأتمنى أن ألتقيكم في الأسبوع القادم وممكن تتابعونا على منصة نيوتن ستجدون روابط الأسئلة والحلول تحياتي لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر